أزيد من مليوني شخص حجزوا في العديد من الوكالات السياحية برا وجوا ويتوقع أن يرتفع العدد إلى ثلاثة ملايين سائح إلى غاية الواحد والثلاثين ديسمبر الجاري حسب مدير مكتب الدوان الوطني للسياحة التونسية بالجزائر نحن من غرية جانفي إلى 20 سعبا صمف ورابس الزوز منين واربعمائة وستة وتفعين ألف سائح جزائري لجيو تونس وإن شاء الله خلال من 21 ديسمبر إلى نهاية رأس السنة الإدارية معناها الواحد والثلاثين ديسمبر يكونوا تقريبا مدير مئة وثمينين ألف ووثلاثين ألف سائح جزائري اللي بشي قضي العطل المتاحة مواع نهاية سنة الإدارية بتونس سائح الجزائري يفضل الوجهة التونسية لعدة اعتبارات أهمها القرب الجغرافي وسهولة التنقل إضافة إلى الأسعار المناسبة والخدمات الجيدة المتوفرة التي لا يجدها سائح في وطنه آخر سنة في بلاد شقيقة تونس اللي جرى عطلة نهاية السنة تنجمي تقول يطح زوج ملايين ونصول ما تفوت ثلاثين ألف دينار خمسة وعشين حتى ثلاثين ألف دينار جيت من باتنا وريحة لتونس الحمامات نعقبو منسابة ريبيان بلادنا شفناها بغينا نبدلو النسبة لنا احنا هي فارع لنا عزوف الجزائريين عن السياحة الداخلية سببه نقص المرافق السياحية وارتفع أسعارها مع تدن الخدمات وقع ترجمته هجرة الجزائريين في كل موسم سياحية فمتى ستنتعش السياحة الجزائرية؟